وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مدينة الفنون والثقافة وأضاف متحدث الرئاسة أنه تم تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة خاصة مكثبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمغتنيات النادرة ومتحف عواصم نصر الذي يعرض أثارا للعواصم المصرية على مدار التاريخ ومتحف الفنون بالإضافة إلى متحف العملات ودار الأوبرا الجديدة ذات الطراز المعمري والهندسي والفني الفريد وطاقة الاستعابية الكبيرة إلى جانب مصرحين للدراما والموسيقى مؤهلين وفقا لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية